اشتركوا في القناة الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين كلامنا اليوم في الحديث السادس من باب إطلاق القول بأنه شيء من الكافي الشريف في الحقيقة هذا الحديث السادس هو تتم للحديث السادس في الباب الماضي كانت هناك مناظرة بين الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وبين ملحد من الملاحدة في الباب الماضي القسم الأول من المناظرة كانت في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى ودفع الشبهات عن ذلك هذا المقطع الثاني من الحديث الشريف الذي ذكره الكوليني ورواه في هذا الباب يتضمن الإجابة عن عدة من الشبهات والتوهمات والتساؤلات السؤال الأول أنكم تذكرون بأن الله ليس كمثله شيء ولكن في الوقت نفسه تثبتون له السمع والبصر الآية الشريفة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فكيف تقولون بأن ليس كمثله شيء وفي نفس الوقت أو في الوقت نفسه تثبتون له السمع والبصر الإمام عليه الصلاة والسلام يجيب عن هذا الإشكال وهذه الشبهة بأن معنى السمع ومعنى البصر فيه سبحانه وتعالى يختلف عن معنى السمع والبصر في المخلوقات البصر في المخلوقات بمعنى انعكاس النور من الأشياء في العين وانتقال الأمواج النورية بواسطة العين وشبكة العصاب إلى الدماغ وحينئذ الإنسان يرى الأشياء وكذلك السمع في المخلوقات هناك أمواج صوتية هذه تدخل في أذن الإنسان وتحرك الصماخ فتحدث تموجات هذه التموجات تنتقل بواسطة شبكة الأعصاب إلى الدماغ وحينئذ الإنسان يسمع الأشياء فالسمع والبصر في الإنسان بواسطة آلة جارحة هي العين والأذن لكن السمع والبصر في الله سبحانه وتعالى ليس كذلك السمع والبصر في الله بمعنى علمه بالمسموعات وعلمه بالمبصرات يعني الأشياء التي ترى الله سبحانه وتعالى عالم بها وهذا العلم هو عين ذات الله سبحانه وتعالى وعلمه بالمسموعات وسمعه وسمعه بمعنى علمه بالمسموعات وهذا النوع من العلم له إشراف وعلو على سمعنا المادي فلذلك حينما نقول إنه سميع إنه بصير باختلاف المعنى اللفظ واحد لكن المعنى مختلف وهكذا سائر الصفات التي تطلق على الله سبحانه وتعالى وتطلق على الناس حينما نقول إن الله عالم ونقول زيد عالم ليس هناك تشبيه وإنما علم الله سبحانه وتعالى من سنخ آخر وعلم زيد من سنخ آخر وهكذا حياة الله سبحانه وتعالى وقدرته ووجوده سنخ وجوده يختلف عن سنخ وجود المخلوقات فلا تشابه في أي شيء من الأشياء الآن يأتي السؤال الآن يأتي سؤال لماذا استعملت هذه الألفاظ في الله سبحانه وتعالى ألم يمكن استعمال ألفاظ أخرى حتى لا يكون شبح حتى في الألفاظ المعنى مختلف فليكن اللافظ أيضا مختلفا الجواب على ذلك أن الأنبياء أمروا بأن يكلموا الناس على لغاتهم وبمقدار عقولهم انظروا إلى هذه الآية وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فالله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء بلغة المرسل إليهم طبعا إذا النبي مرسل إلى عامة البشرية فإنما يتكلم بلغة قومه لأنهم المفروض هؤلاء يكونوا حملت ذلك الدين إلى سائر الناس في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللد يعني أنزلنا القرآن بلغتك بلسان عربي مبين فلذلك حينما القرآن نزل بهذه اللغة وكذلك شائر الكتب نزلت بلغة أنبياء الأقوام حتى الأمر لا يكون بالنسبة إليهم الغاز لذلك الله سبحانه وتعالى يسر القرآن والتعبير بالتيسير لأن هذه معاني عالية جدا ولولا أن الله سبحانه وتعالى بقدرته يسر القرآن لما كان لأحد أن يفهم القرآن إطلاقا لكن الله سبحانه وتعالى هذا القرآن العظيم الذي يتضمن معاني سامية وعالية جدا بل يتضمن كل شيء ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين بناء على تفسير الكتاب المبين بالقرآن الله سبحانه وتعالى هذا القرآن يسره بحيث أنه كل واحد يعرف اللغة العربية يفهم القرآن الذين كانوا يعاصرون الرسول من العرب الجاهليين من أهل مكة وغيرهم هؤلاء كانوا أميين بشكل عام لكنهم كانوا يفهمون القرآن ويدركون بلاغته وإعجازه لذا كانوا يصعقون عندما يستمعون إلى القرآن الكريم ولذلك اضطروا أن يقولوا بأنه سحر لأنهم كانوا يدركون عظمة هذا القرآن زين فالقرآن نزل على لغة العرب وكما هو واضح أن أي قوم وأي أناس إنما يضعون الألفاظ على المعاني التي ألفوها وآنسوها واستأنسوا بها وعرفوها يعني أنت إذا تروح إلى أي لغة تجد تلك اللغة مفرداتها إنما هي من الألفاظ التي وضعت على معاني دائرة بين أولئك الأقوام إذا نريد نمثل مثال بسيط بعض الأشجار لا توجد في بلاد العرب توجد مثلا في مجاهي الإفريقية في أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو جنوب شرق آسيا أنت لا تجد اسما لتلك الشجرة في اللغة العربية لماذا؟ لأن هذا المعنى يعني هذه الشجرة لم تكن عندهم حتى يضعوا لها لفظا ولذلك الأقوام حينما يصادفون بمعاني جديدة سواء من مفردات أشياء أو معاني معنوية معاني مادية أو معنوية وإذا لم تكن لغتهم لها لافظة لذلك المعنى فإنهم عادة يستعيرون اللافظ من سائر اللغات يعني مثلا إذا أنت تراجع القرآن الكريم تجد في القرآن مجموعة من الكلمات المستعربة يعني كلمات هي كانت في الأصل من اللغات أخرى فاستخدمها العرب فصارت جزء من اللغة العربية وهذا موجود في كل اللغات مثلا كلمة قرطاس كلمة قرطاس هذه كلمة قبطية كما يقولون لا يوجد لها مرادف عربي لماذا لأن هذا المعنى لم يكن بين العرب موجودا أصلا ما كان كتاب بين العرب لأنهم كانوا أميين فلما هذا المعنى يعني هذه الورقة هذا القرطاس جاءهم من مصر القبطية ما اسمه اسمه مثلا قرطاس استعملوا نفس اللفظة المستعملة في اللغة القبطية فصارت كلمة عربية والقرآن الكريم استعمل نفس الكلمة لأن هذه الكلمة صارت عربية بالاستعمال وهكذا الآن أنت تجد الاختراعات الجديدة هذه الاختراعات الجديدة ليس لها مرادف في اللغة لماذا لأنه لم تكن هذه الاختراعات موجودة حتى يضعوا لفظا لها فلذا عندما هذا الاختراع يجي يأتي مع اسمه نفس الاسم الأجنبي يأتي مع ذلك الاختراع نعم هناك محاولات مجاميع للغة العربية هؤلاء يحاولون أن يجدوا لفظا من الاشتقاقات العربية ويضعوه على ذلك المعنى ولكن بين الناس عادة تروج الكلمة الأجنبية التي وردت مع المعنى وذلك الاختراع إذا هذا الأمر اتضح هذه المعاني الدقيقة السامية في التوحيد هذه الأمور لم يكن يألفها العرب قبل الإسلام حتى يضعوا ألفاظ لها لذلك حينما الرسول صلى الله عليه وآله جاء والله أمره بتبليغ هذه المعاني إلى الناس وبيان هذه الحقائق هنا المشكلة أن هذه المعاني ليست لها ألفاظ زين هس الرسول صلى الله عليه وآله يأتي بألفاظ جديدة لا يفهمون هذه الألفاظ الجديدة تكون كالاصطلاحات العلمية بحاجة إلى شرح وتوضيح للناس وهذا يبعدهم عن الهداية وعن فهم الدين ولذلك لتلك المعاني استعملة استعملت ألفاظ هذه الألفاظ إلها شباه يعني العلم بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى يختلف عن علمنا لكن لعلم الله سبحانه وتعالى لم يكن قد وضع اللافظ خاص لأن العرب الجاهليين لم يكونوا يدركوا هذه الحقيقة أنه ليس كمثله شيء كانوا يتصورون أن الله سبحانه وتعالى كالإنسان لذلك كانوا يصنعون أصنامهم عادة على شكل الإنسان لأن هذه آلهة تقربهم إلى الله مثلا حسب زعمهم وغالب الناس يتصورون أن الله سبحانه وتعالى مثلهم إذا عندما مثلا بعض غير المسلمين بعض الكفار يريدون تصوير الله سبحانه وتعالى يصورونه بشكل إنسان لأنهم لا يأتي في ذهنهم صورة أفضل من هذه الصورة التي يجدونها في الإنسان ولا يدركون أن الله سبحانه وتعالى ليس له صورة لأن الله ليس بمادي هو فوق المادة غير محدود بصورة أو بجسم أو بما إلى ذلك من الأمور المرتبطة بالجسم والجسمانيات فلذلك في علم الله سبحانه وتعالى لم يكن قد وضع لفظ في قدرة الله لم يكن قد وضع لفظ وهكذا في سائر صفات ذات الله سبحانه وتعالى هس الرسول صلى الله عليه وآله يريد يبلغ للناس الله سبحانه وتعالى يريد ييسر القرآن للناس فهنا لأن الغرض هداية الناس استعملت نفس الألفاظ التي تستعمل بين العرب مع شرح وتبيين من الرسول صلى الله عليه وآله باختلاف المعنى أو بعبارة أخرى أن الإرادة الجدية تختلف عن الإرادة الاستعمالية مثلا حينما نجد في القرآن آيات متشابهة كثيرة كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أصل الكتاب والتي تقصد في تفسير الآيات المتشابهة الأخرى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات سؤال لماذا الله سبحانه وتعالى الذي أرسل القرآن للهداية استعمل آيات متشابهة الجواب لأنه الغرض هو إفهام الناس إذا كان الله سبحانه وتعالى يريد يستعمل إصطلاحات جديدة ما كانوا يفهمون القرآن أصلا لكن استعمل نفس الأسلوب العربي مع بيان الرسول صلى الله عليه وآله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم الآيات المتشابهات الله علمها للرسول وللأئم عليهم الصلاة والسلام وصلى الله عليه وآله لكي يفسروا هذه الآيات المتشابهات ويبينوا معناها لذلك الآية تقول وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم لذلك حينما تأتي إلى آيات قرآنية الرحمن على العرش استوى هذه آية متشابهة اللي يعتقد بالتجسيم يتصور أن الله سبحانه وتعالى يجلس كجلوسنا على الكراسي ثم يتورط في بيان هذا المعنى مع أن الله يقول ليس كمثله شيء الرحمن على العرش استوى هذا إصطلاح مجازي لأنها آية متشابهة والآية المحكمة ليس كمثله شيء الرحمن على العرش استوى بمعنى أنه سيطر على كل شيء وتسلط على كل شيء ولا يخرج شيء عن سلطته أو يد الله فوق أيديهم هنا هذه آية متشابهة المراد قدرة الله سبحانه وتعالى الآية المحكمة تقول ليس كمثله شيء فالله سبحانه وتعالى ليس له يد كأيدنا وإنما الله سبحانه وتعالى له قدرة وقدرته وقدرته أيضا بالسنخ تختلف عن قدرتنا وهكذا كثير من الآيات المتشابهة المشكلة أن الناس حينما ابتعدوا عن وصية الرسول صلى الله عليه وآله في الأمة لأن الرسول وصى بشيئين إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لم يتمسكوا بالعترة تركوا العترة فأرادوا أن يتمسكوا بالقرآن لا يمكن التمسك بالقرآن من دون التمسك بالعترة لأن الرسول صلى الله عليه وآله يقول وإنهما لن يفترق حتى يردى علي الحوض ماكو افتراق بين القرآن وبين أهل البيت فإذا أنت أخذت القرآن من غير طريق أهل البيت فقد تركت القرآن أيضا وإنما تمسكت بأهوائك التي سولتها لك الشيطان فعلى كل حال نرجع إلى كلامنا الله سبحانه وتعالى استعمل نفس المفردات المستعملة في اللغة العربية مع تبيين من الرسول صلى الله عليه وآله ومن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بمعانيها فلذا حينما نقول إنه سميع إنه بصير أو في آية أخرى تجري بأعيننا تجري بأعيننا مو معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى له ثلاثة عيون مثلا أو أكثر لأن الآية تقول بأعيننا لما خلقت بيدي هذا مو معنى أن لله سبحانه وتعالى يدين كيدينا ثم أنه مسك الطين بيديه مثلا كما يمسك البناء الطين بيده مثلا كلا تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك وإنما هذه آية متشابهة المراد تجري بأعيننا يعني بنظرنا يعني برحمتنا يعني برعايتنا وليس بمعنى العين المادية وليس بمعنى ما يقوله البعض إن لله عين بلا كيف العين بلا كيف هذا اللفظ لا معنى له أصلا إلا أن يكون المراد الرحمة إذا المراد هو الرحمة فهذا هو التأويل وهذا المعنى هو الذي بيّنه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ويبينه الآية المحكمة وتبينه الآية المحكمة في قوله تعالى ليس كمثله شيء أما تقول إن له عين لكن إحنا ما ندري أوصاف هذا العين مثل مثلا الطائر الفلاني له عين لكن نحن لا نعلم كيفية ذلك العين فهذا عين التشبيه نفس التشبيه هذا لأن الطائر الكذائي إذا ما نعرف هم عينه لكن إحنا نعرف خصوصيات هذه العين وكيفياتها وأنها جسم مادي فصار تشبيه فلذلك ينبغي على الإنسان لفهم المحكم من المتشابه الناسخ من المنسوخ العام من الخاص أن يذهب إلى المعين الصافي ويستقي من المعين الصافي المتمثل في رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام حينما نقول إن الله سميع إن الله بصير هذا استعمال بنفس اللافظ حتى تقرب الفكرة إلى أي إنسان والمقصود بالإرادة الجدية أنه سبحانه وتعالى عالم بالمسموعات وعالم بالمبصرات لذلك في هذا الحديث الإمام عليه الصلاة والسلام يسأل السائل فقال له السائل فتقول إنه سميع بصير لأن الإمام قبل هذا الكلام كما سابقا في بعض الحلقات الماضية الحديث السادس من الباب الماضي شرحنا الإمام عليه الصلاة والسلام ذكر هناك إنه شيء يعني الله شيء موجود بحقيقة الشيئية متوهم لا حقيقة غير أنه لا جسم ولا صورة ولا يحس ولا يجس يعني لا يحس بحاسة السم ولا يلمس ولا يدرك بعامة الحواس ولا تدركه الأوهام ولا تدركه الأوهام هنا السائل يقول خب شيء ليس بجسم لا صورة لا يحس لا يجس لا تدركه الحواس لا تدركه الأوهام ولا تنقصه الدهور ولا تغيره الأزمان هنا يجي سؤال فتقول إنه سميع بصير زين إذا هشك لا جسم لا صورة لا حس كذا سميع بصير الإمام قال نعم لكن ما هو المقصود بالسميع البصير قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام الإمام الصادق قال هو سميع بصير لكن معنى السامع فيه يختلف عن معنى السامع فينا لذا الإمام يقول سميع بغير جارحة الجوارح الجوارح هي الأعضاء الظاهرة لأن الإنسان إلى أعضاء ظاهرة تسمى الجوارح وله أضلاع هذه الأضلاع تسمى جوانح جمع جانحة ولأن قلب الإنسان لذلك أفعال القلوب كالحب والبغض وما إلى ذلك يعبر عنها بأفعال الجوانح أما الأفعال الظاهرية يعبر عنها بأفعال الجوارح وإنما سميت الأعضاء الظاهرية بالجوارح لأن الحيوانات بأعضائها تجرح فريستها والإنسان بأعضائه بيده ورجليه أيضا يجرح في الصيد أو في الحرب ثم عمم اللافظ فكل الأعضاء الظاهرية سميت بالجوارح ومنها العين فالإمام يقول سميع بغير جارحة وبصير بغير آلة يعني جارحة السمع تغيير الجارحة إلى الآلة هذا تفن في العبارة سميع بغير آلة بغير جارحة بصير بغير آلة زيون فشنو معنى السمع والبصر؟ معنى العلم ولأن العلم هو عين ذات الله سبحانه وتعالى لذلك نقول بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه مو بالسبب الآلة لأن الله سبحانه وتعالى إذا يريد يبصر بآلة أو يسمع بآلة جارحة أولا هذا يقتضي التركب والتركب باطل ثم يقتضي الحاجة يعني الآن نحتاج إلى عيننا لكي نرى نحن نحتاج إلى أذننا لكي نسمع هذه حاجة فإذا الله سبحانه وتعالى كان سميعا بصيرا بآلة جارحة معنى ذلك احتياجه إلى تلك الآلة وإلى تلك الجارحة والله سبحانه وتعالى منزه عن الاحتياج لذا عندما نقول سميع يعني عالم والعلم ليس غير الله سبحانه وتعالى ليس غير الله سبحانه وتعالى ذكرنا في الحلقة الماضية أن صفاته الذاتية هي عين ذاته لا اثنينية بينه وبين تلك الصفات لذا الإمام يقول بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه هنا أيضا الإمام يأكد يقول عندما نقول بنفسه هذا من باب قصور اللغة كما ذكرنا وإلا الله سبحانه وتعالى ليست له نفس كأنفسنا وإنما الله سبحانه وتعالى بسيط احنا مركبين كل واحد من عندنا من جسم وروح ونفس أنت عندك جسم عندك نفس وعندك روح الجسم إذا صار فيها خلل إذا صار فيه خلل بتراجع الأطباء النفس إذا صار فيها خلل هناك علم النفس وعلم طويل وعريض معرفة نفس الإنسان عندما نقول أن الله يسمع بنفسه ويبصر بنفسه المراد بذاته وليس المراد أن هناك نفس غير الله سبحانه وتعالى كما أن الإنسان له نفس غير جسمه وله نفس غير روحه وإنما هو مركب من هذه الثلاثة فلذلك الإمام يأكد ليس قولي إنه سميع يسمع بنفسه وبصير يبصر بنفسه أنه شيء والنفس شيء آخر لا هذا مو مقصودنا حتى في القرآن عندما يستعمل كلمة النفس بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى يراد منها ذاته وليس هناك المراد أن هناك نفس غير الذات يعني عندما الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول كتب على نفسه الرحمة يعني شنو كتب على نفسه الرحمة يعني إلى نفس غير ذات لا يعني كتب على ذاته الرحمة أو حينما عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يخاطب الله سبحانه وتعالى ويقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك هذا مو معنى أن لله سبحانه وتعالى النفس تغير ذاته وإنما المراد لا أعلم ما في ذاتك يعني لا أعلم ذاتك لا أعلم كنها ذاتك أنت تعلم لكنني لا أعلم إلا بالمقدار الذي علمتني ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء لذال إمام عليه الصلاة والسلام يقول ليس مقصودي من قولي إنه يسمع بنفسه أنه شيء والنفس شيء آخر زين ليش نعبر هذا التعبير يقول يقول ولكن أردت عبارة عن نفسي إذ كنت مسؤولا وإفهاما لك إذ كنت سائلا أنا أريد أن أفهمك القرآن يريد أن يفهم الناس لذلك يستعمل نفس الألفاظ التي يستعملها العرب وذكرنا أن هناك قصور في اللغة لذلك الله سبحانه وتعالى يستعمل نفس اللغة لكن الإرادة الجدية المعاني السامية الدقيقة التي بينها الرسول تفسيرا للآيات وكذلك بينها الأئمة عليهم الصلاة والسلام عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله تفسيرا وتوضيحا وتبيينا لتلك الآيات فلذلك هذا التعبير لأجل هذا الآمر كان زين هنا يجي سؤال آخر وتوهم آخر عندما تقول أن الله يسمع بكله لأن ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى علمه عين ذاته ومعنى أنه سميع يعني عالم بالمسموعات فعلمه عين ذاته لا اثنينية بينهما فحينما نقول يسمع بكله هذا مو معنى أن الله سبحانه وتعالى له أجزاء والمجموع والمجموع يكون كل مثل جسم الإنسان أنت وأنا وكل الناس أجزاء هذه الأجزاء تجتمع رأس ويدان ورجلان وسائر الأعضاء يشكل الكل جسم الإنسان حينما نقول أن الله يسمع بكله هذا مو معنى أن الكل مقابل الأجزاء مراد دنا من أنه يسمع بكله أنه لا إثنينية بينه وبين علمه بالمسموعات بل علمه عين ذاته لذلك يقول فأقول أنه سميع بكله لا أن الكل منه له بعض مثل الإنسان تقول هذا كل زين إيد بعضه هذا البيت كله فهذه الغرفة بعضها عندما نقول سميع بكله المقصود ليس أن له أبعاض ولكن نريد الإفهام هذا المعنى أن صفاته الذاتية عين ذاته هذا المعنى معنى دقيق فيحتاج التعبير عنه بألفاظ مفهمة مع بيان المقصود من تلك الألفاظ يعني عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى عالم المستمع يتصور شيئا هذا الشيء يرشده إلى الحقيقة لكن نوضح له نقول علم الله مو مثل علمنا عندما نقول أن الله سميع هذا المستمع يدرك أن الله سبحانه وتعالى عالم بالمسموعات فأحنا نوضح له أنه السميع مو بمعنى أن له أذن وإنما السميع بمعنى علمه بالمسموعات فهذا الأمر يبعده عن التشبيه فنذكر اللافظ لكن اللافظ يكون متشابه عن طريق ذلك اللافظ المتشابه يدرك شيئا من الحقيقة ثم يأتي التوضيح لكي يصرفه لكي يصرفه عن التشبيه ويبين له المعرفة الحقيقية بمقدار استيعابه وبمقدار فهمه ولذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول ولكني أردت إفهامك والتعبير عن نفسي يعني الشيء الذي أريد أن أبينه لك فلذلك ليس مرجعي في ذلك يعني مو مقصودي في ذلك إلا إلى أنه السميع البصير العالم الخبير بالاختلاف الذات والاختلاف المعنى يعني هذه الصفات سميع بصير عالم خبير هذه كلها صفات ترتبط بالعلم وعلم الله عين ذاته لذلك ماكو اختلاف بين صفات الله الذاتية وذات الله سبحانه وتعالى عندما تقول سميع يعني عالم بالمسموعات عندما تقول بصير يعني عالم بالمبصرات عندما تقول خبير يعني عالم بالدقائق عندما نقول هذا الشخص خبير في الصناعة الكذائية يعني يعرف الخصوصيات الدقيقة التي سار الناس لا يعرفونها عندما عندما نقول سيأتي سيأتي وسنتطرق إليه في المستقبل زين بعد ذلك هنا السائل يجي يطرح شبهة أخرى الشبهة أنه مثلا بعض خصوصيات هذه صفات كلها هذه الصفات تسوقك إلى معرفة الذات زين إذا صفات الله سبحانه وتعالى عين ذاته فكيف يمكن معرفة الله سبحانه وتعالى الجواب على ذلك أن السائل أخطأ طريق المعرفة لا ينحصر بمعرفة الصفات المنفصلة عن الذات وإنما هناك طريق آخر للمعرفة وذلك الطريق هو المعرفة عن طريق الآثار يعني أنت إذا رأيت أثرا تعلم أن هنا مؤثر حتى إذا لم تكن تعرف صفات هذا المؤثر إذا أنت رأيت على الأرض أثر قدم طبعا هذا أثر القدم مثلا مشوه تعلم بمرور شيء من هنا لكن شنو صفات هذا الشيء لا تدري منه أي شيء فالمعرفة بالشيء لا تنحصر بمعرفة صفات ذلك الشيء حتى تقول إذا كانت الصفات عين الذات وإحنا لا نعرف الذات فلا يمكن أن نعرف أصلا وجود الله سبحانه وتعالى الجواب أنت عن طريق الآثار اللي هو طريق ثاني تعرف وجود الله سبحانه وتعالى وكذلك عن طريق حاجتك تعرف وجود الله سبحانه وتعالى يعني أنت عندك فطرة وتشعر عبر تلك الفطرة بارتباطك بقوة أقوى منك وهذا أيضا يدلك على وجود الله سبحانه وتعالى أحد الأخوة كان ينقل عن بعض الملاحدة في بعض بلدان الغرب من علمائهم يعني كبارهم هؤلاء يقولون إحنا عندما نحل المخ الإنسان نجد هناك برمجة في دماغ الإنسان هذه البرمجة برمجة الدماغ على الاعتقاد بالخالق يعني الآن تشوف برامج كمبيوترية مبرمجة بطريقة خاصة لذلك برامج الكمبيوتر تسير طبق تلك البرمجة إذا أنت غيرت البرمجة والبرامج تتغير يقول المخ الإنسان هم مبرمج بطريقة اللي تسوقه إلى الاعتقاد بوجود الله سبحانه وتعالى ويستغرب من هذه الظاهرة طبعا هي ظاهرة لا استغرابة فيها لأن هي هاي الفطرة الله سبحانه وتعالى برمج الإنسان بطريقة أنه يعتقد بوجوده وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى على الإنسان لذلك أنت عن طريق الآثار عن طريق الفطرة وعن طريق الشعور بالحاجة إلى عنصر أقوى منك هذه الطرق تسوقك إلى معرفة الله يعني إلى الاعتقاد والإذعان بوجوده سبحانه وتعالى لذا الإمام عليه الصلاة وسلام حينما هذا يسأله إذا كانت صفات عين ذاته فكيف نتمكن من معرفته يقول فقال له السائل فما هو قال أبو عبد الله عليه السلام هو الرب وهو المعبود وهو الله هنا الإمام عليه الصلاة والسلام بهذه الألفاظ المختصرة جمع ثلاثة أدلة على وجود الله ونحن في الماضي نقلنا الروايات وذكر الأدلة المختلفة على وجود الله سبحانه وتعالى عندما نقول هو الرب الرب مع أن مادة الرب من رببة لكن كما يقول الراغب في المفردات المعنى هو التربية ربية فالرب بمعنى التربية هو المربي كما يقول سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى يعني أعطى المخلوقات صورتها وأرشدها إلى ما يجلب النفع ويدفع الضرر فأنت عندما ترى أفعال الله سبحانه وتعالى يعني الآثار هذه الآثار ترشدك إلى وجود الله سبحانه وتعالى لذا هو الله دليل الثاني هو المعبود يعني أنت تشعر باحتياجك إلى قوة أكبر منك هاي الفطرة هذا دليل على أنه سبحانه وتعالى يعني هذه الفطرة تسوقك إلى معرفته فالمعرفة لا تنحصر بتغاير الصفات عن الذات حتى تكون الصفات ترشد إلى تلك الذات أنت عن طريق الآثار تتمكن من المعرفة عن طريق حاجتك تتمكن من المعرفة وهو الله كما ذكرنا أنه ذات الله سبحانه وتعالى هي دليل على وجوده برهان الصديقين لذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول هو الرب وهو المعبود وهو الله يعني الطرق عندك إلى معرفته عن غير طريق الصفات فإذا كانت الصفات عين الذات هذا مو معنى أنك لا تتمكن من الإذعان بوجوده أو الاعتقاد به وإنما هناك طرق أخرى توصلك إلى الاعتقاد بوجوده والإذعان والإقرار بهذه الحقيقة طبعا هنا أمور هي مرتبة يعني أول الإنسان عن طريق الآثار يعتقد بوجود الله أنت ترى هذا الخلق العظيم ولا يمكن أن لا يكون له خالق ثم عندما تشعر بافتقارك وحاجتك إلى هذا الخلق هذا بفطرتك يسوقك هذه مرحلة ثانية مرحلة ثالثة أنت عن طريق ذات الله سبحانه وتعالى تتعرف على وجوده كما سيأتي في الحديث اعرف الله بالله كلما الإنسان معرفته تصاعدت مستوى إدراكهم يتصاعد في البداية عن طريق الآثار ثم عن طريق افتقاره إلى الله ثم عن طريق نفس ذات الله سبحانه وتعالى لحد الآن ذكرنا ثلاث أربعة إشكالات وشبح التي أجاب عليها الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام إن شاء الله في الحلقة القادمة سنتطرق إلى دفع سائر الشبهات هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة